خلونا بقى نروح لصورة وتعليم النهاردة 3 أكتوبر بحاول خلال شهر أكتوبر وأنا مع حضراتكم أنه أتكلم مع حضراتكم عن أبطال العزة الأبطال اللي سهموا في صناعة النصر بشكل أو بآخر الأبطال اللي يمكن ما كانش عليهم ضوء إعلامي كافي أو يمكن هما ما كانش ده اهتمامهم هو كان أسمى أحلامهم وأهم جهدهم بينصب على حماية الأرض حماية طراب مصر الدفاع عن مصر استعادة الأراضي مقاتلة العدو من غير انتظار شكر ومن غير انتظار مقابل ممكن يكون المقابل للشخص اللي بيقدم أغلى ما عنده روحه غير أنه يقدمها للأغلى ما عنده وطنه النهاردة هكلمكم عن خليفة متري مخايل خليفة بطل من أبطال ما سمي بالسبت الحزين في إسرائيل خليفة من موليد قرية اسمها سوفلاج في سوهاك سنة 45 قرية دي نفسها لها قصة يعني بيقال أنه من مئات السنين حاولوا غزان هما يدخلوا القرية دي فأهليها قابلوهم بالسيوف ودبحوهم فاتسمت سيف لاج يعني سيف دخل في يعني نزل دم من العدو ومع الوقت بقت سوفلاج إذا صحت هذه القصة يبقى خليفة خادش جينات دي من يعني أجداده الحقيقة أنه حارب في حرب اليمن وفي حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر يمكن تقريبا 11 سنة بيحارب خليفة جندي في كتيبة ساقة 83 حضراتكم تعرفوا أنه سنة سبعين حصل اعتداء على مصانع أبو زعبل وكانت حدثة شهيرة جدا ومؤلمة جدا عقبها مفيش بشهرين الحدثة الأبشع في تاريخ مصر وهو قصف طقرات الفاندم لمدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة اللي صورها غرقت العالم وكانت عمل ألم وشرخ في قلب كل مصر يمكن إلى الآن وشفتم العالم كله هو بيتابع أكبر وأضخم محطة تحليت مياه في الشرق الأوسط اللي هتدخل مصوعة جنس اللي تسمت ببحر البقر شان نفضل نقول إن إحنا ما بننساش ونقول للعالم هو كمان ما ينساش كان لازم بعد ده يحصل نوع من أنواع الردود في حرب الاستنزافة المستمرة فالطلب من الكتيبة 183 مشاء وكتيبة 83 سعقة إن هما ينقضوا على قول القول اللي هو سرب من مجموعة مدرعات وأوتوبسات تحمي الجنود القول ده كان متحرك بعدد كبير جدا من الجنود عشان يحتفلوا راحين أجازة للعيد الحقيقة إن الكاتبتين كان عددهم 12 فرد والقائد بتاع السعقة قال لهم يرجعوا لأنه العدد اللي جاي كبير جدا هما مش يقدروا عليه خليفة فضل يتحايل على القائد إنه لا يكملوا انقضوا على هذا السرب قتلوا يمكن أكتر من مئة جندي وحرقوا المدرعات والسيارات سمت جلدة مقيري اليوم ده هو السبت الحزين لفداحة الخسائر اللي حصلت لإسرائيل وقالت إن ده أسوأ وأبشع عيد عدى على تل أبيب مش بس كده خليفة خد معاه اتنين أسرى ورجع بيهم عبر القناة ورجع بيهم سلمهم للقادة حارب بعدها في حرب 73 وبعدين رجع بيته أرضه يزرع الأرض ويربي أولاده وأحفاده ويعلمهم يعني إيه عزة ويعني إيه كرامة ويعني إيه وطن ويعني إيه حرب ويعني إيه دم ويعني إيه قيمة تراب البلد خليفة بطل من أبطال مصر حب مصر بإخلاص بطل من أبطال عاش بطل ومات بطل في يناير 2020 السنة اللي فاتت تحية لي وتحية لكل بطل من أبطال العزة